مرض السرطان يفتك بمحافظات العراق وتحديدا البصرة جنوبي البلاد ويهدد حياة سكانها في الصميم آلاف الإصابات والوفيات تتصاعد نسبتها في وقت قصير أطفال ونساء ومسنون يذوقون ويلات الألم وسلطات حكومية وأحزاب سياسية لا يهمها سوى كيفية الاستمرار في حكم البلاد أرقام وزارة الصحة تفضح ما تحاول الحكومة التستر عليه وتكشف عن وجود أكثر من 25 ألف إصابة بالسرطان مسجلة في البلاد حتى الآن أغلبها بسبب مخلفات الحرب والأسلحة التي استخدمت خلال غزو العراق ولم ترفع أو تعالج منذ عام 2003 ونالت محافظة البصرة الحصة الأكبر من مجموع إصابات السرطان حيث سجلت خلال السنوات القليلة الماضية وإلى الآن 2500 إصابة سنويا وبمعدل 150 إصابة يوميا بحسب لجنة الصحة والبيئة النيابية 26 موقع ملوثا بالإشعاعات ومخلفات الحرب في البصرة فقط تتوزع في مناطق الدرهمية والهوير والرميلة وأب الخصيب والبرجسية والقرناء وجبل سنام والفاو يضاف إلى ذلك تلوث المياه والتربة الزراعية من جراء الانبعاثات الغازية من الآبار النفطية ما يعكس حجم هذه الكارثة الصحية على أرواح العراقيين في المقابل لا يوجد في البصرة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة سوى مركز واحد فقط لعلاج مرضى الأورام السرطانية بداخله 200 سرير صالح للاستخدام مع بناء تحتية متهالكة وقل لجنة الصحة والبيئة النيابية بجانب عدم جاهزية المستشفيات الحكومية المعنية بعلاج مرضى السرطان ما يضطر المصابين إلى السفر خارج العراق لتلقي العلاج إضافة إلى توقف عدد من مراكز الأورام السرطانية عن العمل في محافظات مختلفة بسبب الفساد والحروب وهدر المال العام مختصون في مجالي الصحة والبيئة بجانب منظمات صحية وأخرى حقوقية طالبوا مرارا المسؤولين في وزارة الصحة بأن يكفوا عن صراعاتهم السياسية وصفقاتهم التجارية المشبوهة ويقوموا بواجبهم المفترض بتخفيف كارثة انتشار المرض لكن لا حياة لمن تنادي كما يقول سكان البصرة المبتلون بآفة السرطان